أم علي من اليمن بارك الله فيها تقول يا شيخ أنا كنت عند أمي وأمي مطلقة من أبي وكنت جالسة عند أمي ولما كنت أفتر في رمضان أجي بعد رمضان أريد الصيام ما تخليني أصوم تقول إنك صغيرة ما زلتي والآن أنا تزوجت ماذا علي أختي أم علي بارك الله فيك بالنسبة لك يجب عليك الآن أن تقضي هذه الأيام لأن ذمتك مشغولة بقضاء هذه الأيام وكان الواجب عليك أن لا تطيع أمك في مسألة القضاء وذلك لأن الطاعة إنما تكون بالمعروف الطاعة تكون بالمعروف فلا يجوز للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يستجيب لأمر الوالدين بمعصية الله سبحانه وتعالى فإذا أمر الوالدان الولد بمعصية الله فلا يجوز له أن يطيعهما ومن جملة المعصية ترك القضاء الواجبات هذه معصية حتى يأتي رمضان القادم أنت الآن سنوات طويلة وأنت ما تقضين عموما يظهر كنت صغيرة في ذلك الوقت ولا تستوعبين مثل هذه المسائل الآن الواجب عليك أن تقضي هذه الأيام التي كنت تفطرينها في رمضان وأن تستغفر لوالدتك لأن والدتك أخطأت في حقك حينما منعتك من القضاء تستغفرين لها وإذا كانت الوالدة على قيد الحياة تقولين لها تتوب إلى الله تتوب إلى الله لابد أن تتوب إلى الله يعني قد تكوب بعض الأمهات جاهلة ويتعتقد بأن هذا أمر لا يجب مثلا وتخاف على ابنتها ممكن لكن هذه مسائل يجب الوقوف معها بحزم وتنبهين الوالدة على هذا بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر